في صوت جاي من السماء كصوت مياه كثيرة ده صوت المسيح وكصوت رعد عظيم ده صوت الآب وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقصارة ده صوت الروح القدس في المؤمنين يضربون بقصاراتهم خلي بالك ان القصارة آلت فرح كانت غير موجودة في الآلات الموسيقية في الهيكل لو طلحت المزمور 150 ما تلاقيش كلمة القصارة موجودة في الآلات فيه الدفوف فيه المزمار فيه العود لكن ما فيش كلمة القصار لان القصارة ده الفرح والابتهاج بالنصرة وده اللي هيخضوها الـ 24 شيخ واللي هيخضوها الـ 144 ألف اللي هما دول ادي معنى كلمة ضاربين بالقصارة وبيضربوا بقصاراتهم وهم هم دول مين؟ المختارين من اسرائيل يترنمون كترنيمة جديدة ايه ترنيمة جديدة؟ لان بني اسرائيل طول عمرهم بيرنموا الترنيمة الأديمة ترنيمة عبور موسى البحر الأحمر اللي هي موجودة في خروج 15 دي كانت عبارة عن رمز اليهود لغاية النهاردة متمسكين بيها لكن مش قابلين ترنيمة الخروف ان كان موسى بترنيمته عبر من عبودية فرعون الى حرية موسى في صحراء سيناء المسيح عبر بينا من عبودية إبليس الى حرية مجدى ابن الله البسخة العبور الكامل فكلمة هيرنموا الترنيمة بتاعت الخروف بقى الترنيمة الجديدة مش القديمة القديمة ما تلغتش دي رمز لكن الجديدة حلت محلها محل هذا الرمز قدي كلمة هم يترنمون كترنيمة جديدة امام العرش هما لسه ما طلعوش ده بيقول لنا اللي هيحصل امام العرش وامام الاربعة حيوانات الانجيل البشارة مات تمرقس لو او يحنى كلمة الله البشارة المفرحة الخلاص وامام الشيوخ الكنيسة كنيسة العهد القديم والجديد الاربعة وعشرين ودول هينضموا ليهم بعد كده دلوقتي قدامهم ولم يستطع احد ان يتعلم الترنيمة الا المائة واربعة واربعين الف الذين يشتروا من الارض ليه ما استعلموهاش لان التانيين رفضين خلاص المسيح اللي رفضوا خلاص النسيح دول الهالكين لكن اللي انفتحت عيونهم وقلوبهم على المسيح دول اللي هم بيرمز بليهم اللي هم مائة واربعة واربعين الف وبعد كده يقول لك اشتروا من الارض يعني اشتروا يعني اشتروا بدان المسيح اشتراهم اشترى الحقل عشان الكنز هم دول الكنز اللي اشتروا من الارض وده جاء هنا لما يقول لك هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء ايه كلمة يتنجسوا؟ يعني اصلا حاجة من الاتنين انا مدام ما عملتش السمة يبقى ممنوع اتجوز طب ممنوع اتجوز يبقى امارس الارتباط بدون زواج يبقى نجاسة ما قال لي ما يقدرش يتجوز بيبني ادي معنى كلمة النجاسة فكلمة لم يتنجسوا مع النساء يعني قالوا بنقص الجواز عشان كده احبائي هنا بيقول لم يتنجسوا مع النساء لأنهم اطهار كلمة لأنهم اطهار يعني الشباحهم بالعاطفة بالمسيح غناهم عن الشباح بأي عاطفة اخرى بالظبط زي الرهبنة اللي الراهب اللي هو باع العالم وشهوات العالم وكل عالم وفقر اختياري باختياره اني شاف معه فوق الارض لا اريده شيئا هما الذين يتبعون الخروف خلي بالك دول اللي هيبقوا مع الخروف حيثوما ذهب ليه حيثوما ذهب لأن الخروف هيجي وهيدين الاشرار هيرمي النابي الكذاب وهيرمي الوحش وهيمسك الشيطان يهلكوا وشيل المعاصر من الارض وهما معاه ادي معنى كلمة حيثوما ذهب وهؤلاء الذين اشتروا خلي بالكم في الاول قال اشتروا من الارض من ارض اسرائيل وهنا بيقولك اشتروا من بين الناس يعني ما محبوش يقلدوا الناس يعني ما محبوش يقلدوا غيرهم وعاشوا ربنا وطاع ربنا طاع كاملة بكورة الله وللخروف كلمة بكورة لله لان احنا اسمها كنيسة افكار وهم هينضموا لكنيسة الافكار وفي افواههم لم يوجد غش يعني لا لف ولا دوران لما وجهوا بانهم يعبدوا الوحش رفضوا لما وجهوا انهم بيعبدوا المسيح اعلنوا وافتخروا لانهم بلعيب قدام عرش الله دي الصورة الاولى اللي بيقدمها اصحاح 14